سي كريم كنت على عين المكان في سليانة وعينت العديد من التجاوزات لو كانت تعطينا فكرة أوضحة الأهمية للتجاوزات كنا يوم 27 ويوم 28 إلى صباح 29 تقريب إلى حدود ساعة ثلثة قبل الفجر شهدنا تقريب أغلب المواجهات وكنا شهود عيان وأسجلنا بعض تقرير مفصلة على طبيعة الانتهاكات فلن تعطينا فكرة عليها سي كريم طبعا أول حاجة أنه على الأقل تقييمنا للتحرك هو تحرك أول قبل ما نشعر معنش تحليل نحن مطنع بكل وإنما التحليل هو اجتماعي في مطلبه التنموي من أجل التشغيل ومن أجل الكرمة ثم عنده قضية ثانية هي قضية الموقوفين والقضية 106 هذه طبعا من بن أجل اللي تلاقي صراحة 14 موقوف اللي تجاوزوا إيقافهم التحفظي على هذا سجلنا تحركات الولانية اللي كانت تحركات سلمية في بداية سجلنا استعمال ممنهج ومغفرة للقوة من طرف قوة الأمن نقول ممنهج باعتبار أنه أول مرة نشاهد أنه عملية الضربين بالرش هذا باعتبار شدنا في أواقع العبداللية وفي أحداث جندوبة وهذه للمرة الثالثة في وسليانا بشكل واسع النطاق استعمال قوة ضارة دون القتل والتي تسبب عاهات مستدمة وخطيرة تعامد الإضرار بالتصويب على مستوى الوجه والصدر جرام الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي مخالفة لقواعد استعمال القوة من قبل موظفين المكلفين بإنفاذ القانون خرق مبدأ التناسبية في استعمال القوة واعتداء على حرية التجامع السلمي تقريب هذا تكييفنا لأغلب الخروقات تكييف القانوني بالنسبة لمعاينتنا الميدانية شهدنا اعتداء على أطفال احنا وثقنا مع الضحايا تم دونهم دوننا 17 سنة وهم أحداث من 15 إلى تقريب 28 سنة وهذا يجعلنا تحت طائلة قانون في مسألة المعاهدة الموافقة عليها أنتم سي كريم كجمعية العديلة ورد الاعتبار بعدما سجلتوا كل هذه التجاوزات عندكم ولي شفتوها مع أنتم وعينتوها شخصيا تقريبا بيش ترفعوا دعوة قضائية وإذا كانوا بيش ترفعوا بيش كون بيش ترفعوها وشني الأدلة لمتاعكم بيش ترفعوا دعوة قضائية بالنسبة طبعا هناك ضحايا تمام 265 جريح منهم 23 حالة خطيرة 19 منهم وحيلوا على المستشفيات الموجودة في العاصمة على مستوى كما قلت على مستوى الإصابات على مستوى العين هذا ما يحدد أن هناك منهجية وقصدية معينة في الإذاء وتعمد الإذاء باعتبار أنه أصبح الفعل مادي والضرر مادي بالتالي بيش نتفعوا دعاوي للجهة اللي مارسة ويش كون بيش ترفعوا الحضايا دي طبعا في ممثلها وزير الداخلية باعتبار هي والدولة عموما باعتبار خلف الضحايا الموثنين ومن حق كلما وجد ظرر من حق أن يكون هناك جبر ظرر أو لا ضحايا سيمكن يعني لا يمكن الغفال عن حقوقهم وفي حقهم الشخصي مثلا أكثر من أكثر ممكن حتى إلى ترفية في مستوى المسائلات باعتبار أنه هل أنه هل أنه استعمال الإسلحة النارية هو تدبير أقصى هل وجدت وزارة الداخلية تدبير أدنى حتى وصلت إلى الاستعمال للقوة المختلفة وضح سي كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار وشكرا لك على حضرك معنا اليوم وعلى إجابتك على تساؤلتنا خلينا نذكر مرة أخرى السيد المشاهدين أن السيد كريم عبد السلام ضيفنا في نشرة الأخبار اليوم هو رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار ترجمة نانسي قنقر